أرمساكم بكل خير البارح كنت معزوم وكان اللي عازمنا يشتكيلي من استمرار ارتفاع سكر الدم عنده يقول مو راضي ينزل أبدا فقلت له أنا أهم وجبة عندك هي وجبة الإفطار هل يدخل فيها الخبز؟ قليوة لكن خبز أسمر هنا يجمعه في لغة كبيرة عن الخبز الأسمر هنا ترى الخبز الأسمر يرفع سكر الدم مثل الخبز الأبيض يعني هذه معدلات ارتفاع سكر الدم شوف هنا أعلى شيء يرفع سكر الدم الكورنفليكس إذا رفعت سكر الدم في أول وجبة أعرف أنه بزداد جوعك أثناء اليوم وهنا تعرض نفسك لزيادة الدهون أثناء اليوم من الأكل تعمل على تعطيل عملية الأيض بالنسبة لديك طيب وش الحل علشان السك علشان الخبز ما يرفع من سكر الدم هنا تأكد أنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية خصوصا جنين القمح هذا واحد الثنين تخلط معها الزيت طبعا هنا أنا ما أتكلم إلا بقسم رفع أو ارتفاع سكر الدم ما لي علاقة بالخضم وسوء الهضم والجلوتين وووو إلى آخره اللي يجي من الخبز واللي مفروض أنه إذا صار لك غازات من بعد تناول الخبز أو المعجنات تتوقفها مباشرة توقفها مباشرة فترى سكر الدم أو ترى الخبز الأسمر يرفع سكر الدم مثل الخبز الأبيض يا جماعة يعني هنا عندنا من أعلى الأشياء اللي ترفع سكر الدم الكورنيفليكس وهذا أيضا يعمل على انخفاض اللي هو التركيز على مدار اليوم يسمح للجسم بتكوين دهون جديدة لأنه إذا ارتفع سكر الدم الخفض اللي هو مادة التركيز الأوريكسن فانتبهوا من النقطة هذه إذا كان يرتفع سكر الدم عندك أعرف أن نظامك الغذائي خطأ أو أنت تكون محتاج لتعديل نظامك الغذائي حاول تعدل فيه أو بعض الأحيان إذا جاك نعاس أو نوم بعد الوجبة عرف أن الوجبة اللي أكلتها هذه ليست هي الأفضل لك وأفضل أنك تغير نوع الطعام نوع الطعام الله يحفظكم